الموسيقى المستمع إليها ما معنى حال المستمع إليها يعني أثرها عليك أثارت فيك شيئا محرما يحرم عليك الاستماع إليها أثارت فيك شيئا راقيا فحسنوا للاستماع إليه وعندما أقول يا شباب وهذه مسألة انتبهوا لها وهي لا علاقة بالوسطية التي أشار إليها الدكتور عندما أقول يا شباب اختلف العلماء اختلافا معتبرا يعني كرر رأيين صحيح زاي رأيين مختلفين وصحيح لأنها ليست آراء في العقيدة في وصول عقيدة هي آراء في الاجتهادات الفقهية يعني ايش آراء في الاجتهادات الفقهية يعني هناك نصوص في الكتاب والسنة قطعية الدلالة تعرف يعني ايش قطعية الدلالة يعني الكلام اللي فيها ما يحتمل معنيين أبيض وصود في نصوص كذا مثل ايش ولا تقربوا الفاحشة انها والآية الأخرى الخمر والآية الثالثة والرابعة والخمس الصلوات الخمس في أحاديث قاطعة لا تقبل أكثر من معنى في عدد ركعات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه يسمونها قطعية الدلالة يعني المعنى اللي فيها لا يحتمل أكثر من فهم وهناك آيات في القرآن الكريم قطعية الثبوت ثابتة لكنها ظنية الدلالة يعني ما ظنية الدلالة يعني الآية تحتمل معنى وآخر والحديث يحتمل معنى وآخر وهذه الحكمة إلهية يعني حكمة إلهية يعني التوسيع على الناس سيدنا أحمد بن حنبل الإمام الكبير لا أنا أسمع لك الذي أنت عاوز تقوله بس يعطيك هذه خلوه خلوه عنده المكبر لسه هو ما أكمل من فضلك بس فيها بخلص العبارة ذي وبس معك الإمام أحمد بن حنبل جاءه أحد الأئمة الكبار العلماء في عصره تعرفون الإمام أحمد بن حنبل الإمام الكبير جاء إليه بكتاب جمع فيه اختلاف الفقهاء آراء الفقهاء من الفقهاء من قال كذا ومنهم من قال كذا زي سؤال حضرتك يجوز لا يجوز فلما رأى آراء أعجبته تعدد آراء الفقهاء الإمام أحمد بن حنبل قال له ماذا أسميت الكتاب قال أسميته كتاب الخلاف لأنه نقلت فيه خلاف الفقهاء قال هل لا أسميته كتاب السعة كتاب إيش السعة لأن هذا النوع من الاختلاف هو سعة بعض المشكلة أنه ظهر في عصرنا ما يسمي بفقه الدليل وهذا غش كبير للأسف مارسه من غير أن يقصد كثير من طلبة العلم أو المنسوبين إلى العلم لما يقول لك أنا عندي الدليل والدليل كذا وكذا طيب أنت اللي سمعت الدليل تعرف تستنبط من الدليل تعرف الفرق بين الناسخ والمنسوخ تعرف الدلالة الموجودة تعرف جمع الدليل إلى الدليل الآخر هل قرأت بقية الآيات والأحاديث التي في الباب لا يجد الاستنباط من آية واحدة أو حديث واحد دون ليحاطة بآيات الباب النظر فيها هل تمتلك أدوات التمييز في الدليل ولا تجاب لك حديث وانتهت المسألة فهذه أوهمت الناس أن هناك الترجيح بمعنى صحيح مالك قال كذا وأبو حنيفة قال كذا وأحمد لكن الدليل عنده فلان طيب مالك وأبو حنيفة وأحمد ما عندهم دليل ما يعرفون الدليل يعرفون الدليل هي اختلافات اختلافات ايش اختلافات سعة واختلافات معتبارة في الشريعة تفضل بارك الله فيك تفضل ما كنتوا أريد تقول . كنا هناك الموسيقى أحيانا بالثورب بعصب الإنسان نوعية معينة من الموسيقى التي تشبه المخدر تأتي الآن مثل المخدر أو أغلب الموسيقى الدرى بعصب الإنسان الموسيقى مستخدمة في أغاني أنواق هناك نوع معينة من الموسيقى تضر غالب من يسمعها هذا لا يجب أن يسمعها مثل اللي يحصل بها إدمان معين في نوع معين من الموسيقى كالمخدرات وفي لا هي الموسيقى ذي يسمعها فلان تعمل له مشكلة في أعصابه يسمعها واحد ثاني يتهدي أعصابه اللي تعمل له مشكلة لا يسمعها لا يجوز واللي ما تعمل له مشكلة يسمع